السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عاملين ايه وحشتوني جدا جدا النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة هنعمل البريل في البيت وصفة موفرة جدا جدا وهتدي معاك كمية كبيرة هتوعد معاك شهرين ثلاثة حسب استخدامك طبعا كمان تقيل وحلو ورحته رائعة وبكل السهولة هنعمل بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله هنجيب الكيس دوت طبعا ده هنجيبه من عند بتاع المنظفات وطبعا بتاع المنظفات الكبير يعني مش المحلة الصغيرة لأ محلات الكبيرة بيبقى فيها اللي كاس لزاي دي تبقى اسمها خلطة البريل يعني انت لما هتيجي تروحي هتقولي له انا عايزة خلطة بريل آآ الكيس ده انا مش فاكرة كان بكام قوي هو تقريبا من 25 ل 30 جنيه آآ بيعمل مكتوب عليه طبعا ان هو بيعمل آآ تمانية لتر بس انا لما احطه احطه في سبعة لتر آآ الراجل قال لي ايه احطيه في سبعة لتر آآ يعني احسن آآ فانا هحطه في سبعة لتر آآ عشان يبقى اتقل يعني وطبعا التخفيف بعد كده انت خفيف براحتك آآ احسن ما يكون خفيف آآ بتيبقى هتدايق طبعا هجيب آآ ازازة زي ما انتم شايفينها كده من اياه بتاعت سيناكولا مكتوب عليها لتر وعير بيها الميا اللي انا عايزيها هحط في الطبق بتاعي سبعة لتر من الميا آآ وهعير بالازازة دي آآ آآ ادي الطبق اهو مليته ميا حوالي سبعة لتر آآ وهبدأ بقى اشوف الكيس بتاعي بيبقى جوا ايه آآ الكيس هلاقي فيه جواه كيس بودر كده حطه دلوقتي ولاقي كيس كمان بيبقى تقيل شوية آآ مادة كده تقيلة هي دي اللي انا هفتحها الاول وحطه في الميا بتاعتي عايزة اقول لكم لما بتيجي تعملوا الطريقة دي في البيت بتدي كده في المطبق تخليه ريحته حلوة قوي قوي وطبعا بيبقى كمية كبيرة آآ هتتبسطه ان شاء الله يعني المهم من انا كده فرغت الكيس التقيل الاول وحطته في المياه وهسيب الكيس بقى في المياه عشان مكونات بتاعته اللي جواه الكيس دي كلها ايه تنزل في الطبق بتاعنا وهبدأ اقلبه وبرضه هفتح بقى الكيس البودر وايه واحطه هو كمان في الطبق آآ طبعا هو في الاول آآ بيبقى آآ تحس انه خفيف آآ بعد ساعة كده ما تكوني حطتي خلاص وسبتيه ساعة ما بترجعي بتلاقي تقيل جدا 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 آآ طبعا المحلات آآ بتاع السوبر ماركت بتبيع الكياس اللي زي كده بتبيعها يعني بتجيبها وبتعملها وتبيعها بقى كياس ايه الطائي آآ كيس بسبعة جنيه ولا حاجة طبعا هو هنا بيوفر معايا جدا لاني هجيب ويوعد معايا كام شهر آآ فهيبقى اوفر طبعا هما بيكسبوا فيه احنا بقى ايه هنوفر المكسب ده لنفسنا وما تستقلوش بآآ يعني المبلغ اللي انت هتوفريه لو وفرت في كل حاجة هتفرق معاك في الميزانية جاند المهم كده انا حطيت آآ مكونات الكيس آآ في الطبق وهبدأ يقلبه كويس جدا جدا وبعد كده هسيبه مدة ساعة آآ عشان يتقل مع نفسه كده آآ وارجع له تاني عشان بيبقى في العبوات بتاعتنا آآ طبعا احنا اي حاجة فيها توفير هنزلها لكم عالقانين شاء الله طبعا بسبب الغلاق اللي احنا في دلوقتي فوصفات التوفير آآ هحاول افكر لكم في وصفات توفير كتير وانزلها كده خلاص انا قلبته اهو وده لونه اصفر انا اخترت اللون الاصفر آآ وفيه طبعا اللون اللي هو الاخضر لون البريل موجود برضو عنده وفيه الوان تانية اللي هو فيه لون آآ مسحول اكسي ده بيبقى فيه لون تركواس كده موجود برضو عنده اللون ده في كل الالوان آآ طبعا انت بتختار اللي انت عايزة او اللي انت بتفضلين آآ كده هو تقلب اهو بعد الساعة بقى ها ورهو لكم شكله عامل ازاي بصوا قد ايه هو تقل انا بحاول لورهو لكم في القامرة عشان آآ يبقى لكم التقلب تعبصوا تقيل ازاي ما شاء الله عليه تحفى آآ ما تنسوش تصالوا عالنبي في اي حاجة بتعملوها تدخل فيها البركة ان شاء الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بس لكده آآ تقل جدا جدا زي ما انتوا شايفين هو اجيب بها اي عبوات عندي انا طبعا عندي عبوة كبيرة كده آآ بتاعة شاور لسه خلصون آآ هي العبوة دي حوالي ايه تلاتة ونص لتر هحطها هحطها فيها يعني المسحوق بتاعي ده والبقى هحطه في اي حاجة انا كنت بحطه في ازايز بس المرة دي آآ هحطه آآ في دورة حيس ان انا لما عبي اي ازايزة عندي احطها الحود آآ محتاجش بقى القمة اه شوفوا آآ ده عبوة الشاور هحطه فيها آآ آآ انا بحب كده ايه احط في في العبوات النضيفة يعني آآ بعد ما بتتوسخ وكده ما بحبش بقى اخسلها برميها وبستخدم غيرها يعني ما اكتر العبوات اللي بتخلص عندنا في الحاجات الحاجة النضيفة بسيبها واللي مش مش نضيفة اوي شكلها مش نضيف بقم رميها على طول بصراحة مهم كده انا اجيب القمع بتاعي وابدأ املى العبوة دي بكمية المسحوق بتاعي او آآ بريل بتاعي واقفلها كده انا ماليته اهو وطبعا ماليت العبوة السغيرة دي احطها على الحود وكمان هاملة آآ الدرائين تانين آآ احطوهم بحيس ان انا اي اعبي منهم على طول مباشرة ومستخدمش القمع آآ دول طبعا هيسهلوا عليك ايه ان انت تعبي بيهم بسرعة يعني بسيبهم بقى تحت الحود الحاجات دي وكل ما تخلص العبوة بتاعتي على الحود نفسه آآ آآ باملاها تاني آآ من آآ بريل ده طبعا آآ ما تبيش يعني برضو تيملي اوي آآ اللي ازازة اللي على الحود اعمل ليها تلات تربع كده بحيس ايه ان اللي بيستخدم لو ولادك جو بيستخدموها او اي حد آآ ما يلاهاش كتير ومليانة يقوم حاطت بقى كتير لأ عشان آآ احنا لازم نوفر دلوقتي على قدر الامكان يعني عايز اقول لكم بقى ان ريحة المطبخ باقت تحفة من آآ ريحة البريل دوت وهو بيبقى عليه آآ يعني بيبقى عليه الروايح وآآ